السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تكون عندك تسقط كثيرة وانت عايز ان انت يتلتبهم بشكل ما. فممكن تجي راك لك وتقول له انا عايز اعمل صورت. وتبدأ بقى تقول له انا عايز اضيف صورت هوت. طب اني واحدة فيهم. مسلا بالايد. يبدأ الى اتهملك بارقام الايد. وهنا عايز ازوم بقى تصعدي ولا تنازلي. وقل له اوكي. يبدأ يغير لك ترتيب الحاجات. طيب ممكن اجي هنا. وقل له صورت تاني. وقل له رتبهم لي بالنيم. وينفع تحط اكتر من ترتيب في نفس الوقت. بحيث لو هما اللي ام نفس الاسم. يروح مرتبهم بالرقم بالستارت بالفينش زي ما تعيز. فتلاقي ترتيب اختلف. ركز هو على الترتيب الاسامي. وعلى ترتيب الاسامي. يعني من اول حرف دي وبعد كده ويبدأ يغير فيهم. طيب يبقى الصورت ممكن تخلي اي حاجة وممكن تخليهم حاجتين في نفس الوقت. لو انت حيب. ممكن تقول له بالستارت. يبدأ طيب ممكن بقى تقول له انا عايز فلتر. يعني ايه? يعني انا مش عايز كل دول يظهروا. ده انا بدور على كيمة معينة. انا بدور مسلا على بتاعتها بتساوي. مسلا او بتحتوي على كلمة. ماشي? هنا اللوجيك بتاعتك. النام تحتوي على مسلا كلمة اوول مسلا. طبعا تقدر تعمل اكتر من فلتر. تمام? فلو جيت هنا هتلاقي كلهم. تمام? يعني وهنا وول. وهكذا. ففلتر لي وجاب لي الحاجات بس اللي فيها كلمة وول. وعمل لي هنا علامة ان يخلي بالك ان في هنا فلتر تم استخدامه. ماشي? ما تفكرش ان ده بس اللي موجود. فتقدر تيجي وتلغي الفلتر كلها. تمام? عشان العلامة دي تختفي وكل العصر تزهر معي. ممكن تقول له انا عايز التسقط اللي اكبر من مئة يوم. تمام? عشان نشوفها ونشوفها هنحلها ازاي والحاجات دي كلها. فتقول له ادفانس كاستام فلتر. تمام? انت عايز ايه? ديوريشن. عندك بقى اكوال اس جيرتزين مثلا. عشرين يوم. اوكي? يبدأ يجيبلك الحاجات اللي اكتر من عشرين يوم.